استبقى البيت الأبيض خطاب الرئيس بشأن حال الاتحاد بفيديو يعبر فيه أوباما عن تفاؤله بمستقبل أمريكا القوية وفق ما قال فخطاب حال الاتحاد يلخص رؤية أوباما ومعالجته للتحديات التي تواجهها الولايات المتحدة كقوة عظمى في الشؤون الداخلية كمال خارجية فقد جار التقليد أن يقدم الرئيس للمشرعين برامجه وتصوراته طالبا التصديق عليها لكن في عامه الأخير يبدو أوباما كمن لا يكترث للأغلبية الجمهورية التي قد تعطل مشاريعه في الكونغرس وعوضا عن ذلك اللجأ إلى سلسلة مما يعرف بالقرارات التنفيذية مثل فرض قيود على اقتناء السلاح وبدء خطوات لإغلاق معسكر جوانتانمو أعتقد أن جزءا من الهجوم الوجه ضد الرئيس يعود إلى المواقف السلبية التي يروجها المرشحون الجمهوريون للرئاسة ويركز منتقد أوباما على إخفاقاته كفشله في وقف نزيف الدم في سوريا وغض الطرف عن توسيع إيران نفوذها في الشرق الأوسط وتخلي إدارته عن السعي إلى إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي فيما يحتفي أوباما وفق أنصاره بعقد الاتفاق النووي مع إيران واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع كوبا فضلا عن تحسين حال الاقتصاد الأمريكي وخفض معدل البطالة وإصلاح نظام التأمين الصحي وأعلن البيت الأبيض أسماء ضيوف السيدة الأولى الذين سيحضرون الخطاب ومنهم اللاجئ السوري رفاعي حمو الذي فر من سوريا بعد قصف منزله ومقتل زوجته وابنته وإصابته بالسرطان إذ يعتزم أوباما قبول عشرة ألاف لاجئ خلال عام متحدياً الكونغرس وتوعد المرشحون الجمهوريون بمقاومة قرارات الرئيس حال نجاحهم في الوصول إلى هنا في البيت الأبيض من الاتفاق النووي الإيراني إلى برنامج الضمان الصحي لكن على الأقل الليلة سيستمعون له باحترام وسيصفق له حزبه بحرارة ليعكس هذا المشهد الانقسام الحزبي بين الرئيس الديمقراطي والكونغرس الجمهوري نادية البلبيسي العربية من البيت الأبيض واشنطن